رأس محافظ حضرة موت مبخوت بن ماضي بالمكلة اجتماعا لللجنة لمناقصات العامة بالمحافظة اللجنة في اجتماعها بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبد العمغي ووكيل المحافظة لشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم بصريح وقررت ترسية مشروع تجهيز المعهد التغني الصناعي بشارع البلدة بالمكلة على المقاول مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات المعمارية والإنشائية بمبلغ وقدره 85120 دولار أمريكي كونه العطاء الوحيد المستوفي لجميع الشروط الفنية وبموجب العقد سيتم رفض المعهد التغني الصناعي بلاجهزة الحديثة لتوسيع معارف الطلاب ومواكبة التطورات العلمية والعملية كما قررت اللجنة ترسية مشروع تأتيت وتجهيز بعض مدارس مدينة المكلة ومركز التوحد بمبلغ 112205 دولار أمريكي يشمل المشروع تأتيت أربع مدارس بمدينة المكلة ومركز التوحد وقررت لجنة المناقصات العامة اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع تأهيل وابناء غرفة طوارئ توليدية وعمليات بالمركز الصحي بمديرية بروم ميفع وإحالة مشروع مبنى مركز الأشعاء بهيئة مستشفى بن سيناء إلى اللجنة الفنية للمراجعة